والله البصل مفيد مفيد عليه مفيد عليه فعلا البصل مفيد عنه مفيد عنه لا انا بحبش فعلا انا لا اصخر لان انا دايما بقول لا يصخر قوم من قوم لكن انا بقول شي لا اصدفه لكن انا بقول لي معتز معتز مطر بقول له انبارح ظهر بعد غياب ثلاثة ايام انا بفكر بس الناس واتقال اكتر من سبب انه غاب اتقال انه اصيب بمرض نفسي ورح مستشفى مرة عقلية ولم يكن لدينا تأكيد لهذا اتقال انه في خلاف بينه وبين ايمن نور ولم يكن لدينا تأكيد بهذا ويتقال انه هو عنده ظروف خاصة ولم يكن لدينا تأكيد بهذا فعندما جاء انا التأكيد من عمر عبد الهادي وزعنان بارح عمر عبد الهادي معهم في تركيا قال انه في خلاف بينه وبين ايمن نور بسبب محمد ناصر لم نقلف هذا الكلام لكن انا وبفكر المشاهد المحترم انه انا قلت لقاته قاله عليه مجنون انت تجننت يا معتز معتز الجنن معتز الجنن الجنن لا معتز ما تجننش معتز مختلف مع ايمن نور على كذا 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 شرحت الموضوع وقلت حتى لو كان مريضا انا لا اشمت في مرض انا قلت هذا الكلام بقناعة لان دي اخلاقي وانا فعلا اقول هذا الكلام وانا بشاهدكم بشاهد الناس انا قلت انه لا اشمت في مرض او موت وقلت انا مش زي الاخوان بيشمتوا في المرض والموت انا لا اشمت في مرض ايا كان وقلت انا لا اكرهكم انا احتقركم وانا فعلا لا اكره معتز انا احتقر معتز ده عبارة عن نطفة شيطانية نطفة من رحم الشيطان لا وصف دقيق يليق بك يا معتز الا انك نطفة شيطانية من رحم موبوء كما قلت لك من قبل يتحدث بالامس بعدما عاد بالامس قبل يده ايمان نور وهو ابتز ايمان نور وطلع انبارح يقول كنا في مهمة بنعمل حوارات مع اخرين واتكلم استلمني انا وبعض الاعلاميين ويقول انه اقتطع كلام لانه واطي ولانه عديم الاخلاق اقتطع بعض الكلمات وقال انه الاعلام قال علي مجنون ما قالش ان انا قلت ان انا لا اشمت في مرض وما قلتش ان انا لا اشمت في موت وقلت المعلومات المؤكدة من عمر عبدالهادي لكن انا بقول لي معتز لان تفهم هذه اللغة لانك عديم الاخلاق كنت وما زلت وستظل بلا قيمة نكرة تباع وتشترى في سوق النخاسة لانك دائما وضيع وحقير وبقول تاني انا لا ارد عليك لا اتحدث الا بمعلومات عندما تهاجم بلدي مش بلدك وتهاجم رئيس بلدي اللي حزاءه اشرفت منكم جميعا بقول تاني لابد ان ارد وانت موجوع قوي لما قلت انت بتشتم اردوغان خايف قوي لما قلت انت بتشتم اردوغان عايز اعرفك انه ما اخطأت بيه في الحلقة بتحاول تقول الناس شوفوا بيقتطعوا كل شغل الاخوان اختطاع لكن انا مش هرد عليك اللي هيرد عليك واحد منكم احقر منك لكن الاخلاء يومئز بعضهم لبعض عدو تعال اشوف عمر عبدالهادي خلافته مع عيمة النهر تتسبب في وقف برنامج معتز مطر على الشرق الاخواني الله 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 رح قال له يا معتز انت ما ينفعش تقول كده انا اللي مسئول وانا اللي مش هقال له لا يا حبيبي تعالى بقى ده انا شريكك في القناة فمعتز لما رد قال كده هو طبعا اه يلازم اي من ينفي لان لو اي من ما نفاش المعلومة بعد كده اللي هيجي يتعاين في القناة هيروح لمعتز مش هيروح الا اي منور فاهمني في يعني ان اتنين شركاء وهيبقى الرأس بالرأس فرح اي منور قال له لا يا حبيبي انت انا ما قلتش انا ما قلتش انا ما قالفتش انا ما بقولش غير معلومات موثقة خلافاتك مع محمد ناصر خلافاتك مع اي منور اللي قالها الولد عمر عبدالهادي بالوثائق هو اللي قال وكان معاكم خلافك مع محمد ناصر تقول لي ده صديقي وده حبيبي مش انا اللي قلت يا حبيبي اللي قال اللي احقر منك برضو عمر عبدالهادي قالت لك ده متخانق بسبب محمد ناصر صديقي صديقي الصدوق ليه محمد ناصر ليه نتخانق والتأمر عليه أطمعه تقود للصراع مع محمد ناصر والتأمر عليه رفض استكتاب مذيع مكملين للعمل في الشارع فعلا مناصر اللي بيقدم برنامج يوم ما يجي في الشارع بتحصل بتحصل هيستنسخ نفسه بروحين راح معتز قال له كده هوت ومتعصب قال له لو دخلوا القناة أنا هقفل البرنامج ومش هشتغل في القناة تاني أنا لم أرد ولم أؤلف ولم أدبج ولم أقطع أخبار انت اللي بتقطعه وانت اللي انتوا أسدزة في هذا أسدزة في الضلال لما تجيب ممكن تجيب من كلامي كل كلبة بقولها ممكن تركب انت جمل وتركب عبرات ودي بتعملوها كتير جدا وده اسمه تزوير وانتوا شغالين في التزوير واسمه كذب وانتوا أصلا بتتنفسون الكذب وانت بتقول هي لله والله هي للشيطان نطفة شيطانية من رحم شيطاني هيطلع ايه غير شيطانة أنا أعتقد يا معتز الشيطان متعاقد معاك وأعتقد ان الشيطان يديك درع المثالية الابن المثالي للشيطان الابن البكر للشيطان انت الابن البكر للإبليس لا تقول لي مجنون ولا تقول لي خاين انت كل هؤلاء مجنون على خاين على عميل على مرتزق ويقول هي لله ويتنحنح ويطلع يقول لك الله غالب ان شاء الله بإذن الله ستدور الدائرة عليكم سييجي محمد دناصر وهييجي مرتز مطر وهييجي حمزة جوبع وهييجي سام كمال الدين وهييجي كل هؤلاء تباعا خلال وقت قريب جدا وإن غدا لنظره قريب دمتم في أمان الله